السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوكم براهيم عكم ستسرح مادة هذا الفيديو ان شاء الله سنبدأ فيه بسلسلة شرح الدفليكشن للبيمز وللفريمز وللترسز طبعا دفليكشن هي هاي مادة مادة دفليكشن هي بس دفليكشن تمام فاذا فهمت هذا الموضوع انت فهمت موضوع دفليكشن بقول لك كيف دعرف اشو الدفليكشن واشو السلوب دفليكشن لو كان في عندي بيم مبارا هون سبورت سبورت وهون في عندي لود في المص لو قلتلك قرصم لي الالاستيك كيرف اللي هو ايش تأثير ايش رح يصير بالبيم تحت تأثير الحمل هاد بتقول لي مادام هاي بن مادام هاي سبورت وهاي سبورت هدول ثابتين تمام يعني الجسم ما رح يتحرك منهم بس اللود هاد بدأ منازل لتحت رح يعمل لي تأثير هاي نرسم بقنام اوضح رح يصير في عندي شكل البيم زي هيك تمام هسه حدا شو بسميه هذا الكيرف اللي انا رسلته هسه هاد اسمه اللاستيك كيرف اللي هو تأثير الحمل على البيم طيب هسأ الملي الى الاستيك كيرف ركزلي مثلا على هاي النقطة هاي النقطة كانت قبل مايكون في عندي حمل كان مكانا هون في البيم تمام بعد ما صار في حمل بعد من صار في لود هان صار مكانها هون طب هاي المسافة اللي نزلتها هاي النقطة هاي شو بسميها بقولك هاي المسافة الرأسية بسميها deflection تمام هاي هي deflection اللي هو عبارة عن الترخيم اللي راح يصير في ال beam في انت نتعرف لل deflection اللي هو the vertical distance of the beam majored before and after the load اشي يعني المسافة الرأسية تمام في ال beam اللي انا بقيسها قبل ما احط ال load وبعد ما احط ال load قبل ما احط ال load وان كانت النقطة هون بعد ما أحط اللود ونصلت النقطة هون معناها هي هي الدفليكشن اللي صار في البيم طبعا الدفليكشن قللك دينوتد باي دلتا معناها أنا باعبر عنه بدلتا دلتا اللي هي عبارة عن الدفليكشن تمام بيقول لك كمان معلومة انه عند السابورت الدفليكشن ساو زيرو منطقيا صح هل عند السابورت رح ينزل عندي البيم أكيد لا ما هي السابورت انت عارف انه اي سابورت سواء كانت هنج سواء كانت رولر او بن او فيكست تمام ما بتنزل صح ولا لا ما فيش بتطلعش لفوق ولا بتنزل لتحت معناها فيش دفليكشن معناها بتكون عارف انه عند السابورت الدفليكشن اللي هو دلتا ايش دايما رح يساوي زيرو بس عند اي نقطة الدفليكشن اللي هو النزول اللي رح يصير بعد تأثير اللود هون في عندي دلتا دفليكشن هون في عندي دفليكشن هون في عندي دفليكشن اوكي طيب هدا اول اشي هدا اول موضوع هدا اول اشي اللي رح نصير نحسبه هسا نحسبه له Deflection هل في عندي اشي ثاني غير Deflection في عندي اشي يسمه Slope Deflection تمام ايش هو Slope Deflection بقولك هسه انا عندي هذا البيم بس اثر عليه هذا الـ Load رسمت الـ Elastic Curve طيب معي رسمت الـ Elastic Curve زي هيك هسه ايش هي بقولك كيف يعني يعني مش انا رسمت الـ Elastic Curve هاي ال 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 ماذا بسميهم سلوب ديفليكشن تمام؟ يعني سلوب ديفليكشن هي ايش الزاوية اللي راح يميل فيها البيم تحت ثلاثة الحمل تمام؟ طبعا سلوب ديفليكشن دينوتد باي ثيتا معناها هي برمز لها بثيتا هي برمز لها بثيتا اوكي؟ معناها بعيد الديفليكشن ايش هو مقدار البرتكال ديستنس اللي راح تنزلها النقطة ودائما نبدأ عند السابورت عند اي سابورت الديفليكشن يساوي زيرو بس ايش هو السلوب ديفليكشن او الديفورميشن اللي راح يصير عندي في البيم اللي هو عبارة عن الزاوية اللي بين المماس تاع الاستيك كيرف والبيم الاصلي هاي هي اي ثيتا طب هالثيتا عند السابورت وساوي زيرو اكيد لا ليش لا؟ لانه مثلا لو كان في عندي هاي بيم وهون في عندي هون بن او رولر هل مسموح انها تلف؟ تمام؟ طبعا مسموح انها تلف لو كان بن او رولر فطلع هون مسموح انها تلف معناها تصار في عندي زاوي هون مسموح انها تلف فطلع في عندي زاوي اوكي؟ معناها في البن وفي الرولر رو رو تمام؟ عندي فيه ثيتا بس هل الهل عندي الفيكست فيه ثيتا؟ اكيد لا ليش؟ لانه الفيكست تمام؟ هل مسموح انها تلف؟ اكيد لا فلو ارسم الى لاستك كيف ايش رح يكون؟ هون لو هون في عندي لود فمش راح يتحرك ولا اشي لانه هون فكست و راح ينزل هون فهل عند الفكست في عندي سلوب دفليكشن اكيد ما عافي عنده سلوب دفليكشن لانه الفكست ما بيسبح بالدوران شنك في عنده رأيكشن بالمومنت اوكي معلها السلوب دفليكشن بيكون عند اي نقطة بالبيم تمام و بيكون عند البن و الرولر تمام بس الدفليكشن عند اي سبورت سواء كانت بن او رولر او فكست بيكون zero بيكون عباقي النقاط في البيم هاي إلها دفليكشن هاي دفليكشن هاي دفليكشن هاي دفليكشن أوكي لو بدنا طبعا إيش في عندي هون كمان ليه the angle measured between the tangent of the elastic cave and the origin beam تمام denoted by theta its unit is radian معناها اليونت تاع الثيتا عبارة عن radian أوكي طبعا طبعا اليونت تاع الدفليكشن عبارة عن إيش مليمتر له كم راح ينزل البيم من تأكيد مش راح تقول لي راح تحت الحمل راح ينزل متر بتحكي عن جسر اوكي فهو اشي قليل جدا بنزل بالمليمتر اوكي طيب هسا هاي في عندي رسمات للإلاستيك كيرف لو كان في عندي fix support كيف راح تكون الإلاستيك كيرف تحت تأثير حمل تمام بتقول لي عندي fix بيضله ثابت الإلاستيك كيرف لانه fix ما بتتحرك أصلا لا بتحرك ولا بتدور تمام بعدين هيك راح يصير تمام معنا ايش في عندي هون عند هاي النقطة في عندي delta وفي عندي theta طب عندي fix support ايش في عندي delta تساوي زيرو والثيتا تساوي زيرو عندي flexion تساوي زيرو والslope deflection يساوي زيرو طيب عندي هالبين عبارة عن فريم نهاية الجهة فريم نهاية الجهة عندي هون بن عندي هون رولر كيف التأثير راح يكون بتقول لي من النص بدام هاي ثابتة وهون في عندي حمل وهاي ثابتة راح يكون زي هيك تمام وبعدين ايش كمل على نفس كمل على نفس الطريقة تمام وهون فيش عندي ايش فيش عندي ايش فهم ضلوا تكمل معك ال elastic curve اوكي طيب هذا هذا السؤال مثلا هي الرسمة هاي كيف راح تكون رسمة ال elastic curve تقول لي مدامه fixed لانها راح يكون ثابت تمام هاي عندي load راح ينزل لي اياه اكيد راح يرجع لعند ال ruler سابور تبضلوا مكمل على نفس الطريقة اللي هو كان فيها اوكي طيب هس عشان احسب ال deflection وال slope deflection اللي هو delta وال slope deflection اللي هو theta في اي منشأة عندي كم طريقة عندي شان احسب deflection وال slope deflection عندي اربع طرق وطريقة اضافية اوكي عندي الطرق راح نشتغل فيها اللي هي عندي اول طريقة يسمها conjugate beam method اللي هي ال beam المرافق تمام ال conjugate beam method هي بتظبط بس هاي بستخدمها بس لاجاتة ال deflection وال slope deflection في ال beams تمام طبعا هاي على اي شي بتعتمد اكيد هاي فيها موضوع تعتمد عليه لو انت مش كويس في هذا الموضوع انا فقط للبيمس بس هذه التعتمد على المومنت فونكشن لأن أوجد فونكشن للمومنت اخذنا هذا في الفيديوهات القبل كيف أعمل فونكشن للمومنت الطريقة الثالثة هذه هي بص للمومنت تمام؟ تعتمد أيضا على المومنت دياجرام معنى ناحية الكنجيكة بيم من المومنت تعتمد على المومنت دياجرام ناحية دعوة التحمite وهذه الثلاث طرق تمام بس للبيمس بس بقررش توجد فيهم الدفليكشن غير للبيمس طيب هسا لو كان في عندي ترس او كان في عندي فريم كيف دا وجد الدفليكشن فيه او سلو بديفليكشن فيه راح يكون عن طريقة الطريقة الرابعة اللي هي اسمها الفيرتشو والورك الشغل الوهمي تمام راح اشتغل شغل وهمي هسا بس نوصل للفيديو هاد ان شاء الله بتفهم عندي هذة الطريقة بتثبط للبيمس بتثبط للبريمز بتثبط للترسز هاي عيش تعتمد على المومنت فنكشن طبعا فعلي طريقة خامسة اللي هي طريقة اضافية تمام ان شاء الله رح نشرحها اللي هي اسمها الكاستليانو ميثود كاستليانو ميثود برد تزبط للبيمز للفريمز للترسز ان شاء الله خليك معانا بالفيديو اللي جاي رح نبلش فيه بأول طريقة من طرق ايجاد دفليكشن والسلوب دفليكشن وهي اكتر ضيقة بتاخد وقت اللي هي الكونجقة بميثود اكمال فعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته